الرئيس السيسي يصدر قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير تعليق حضرتك برضو على إعادة التنظيم والهيكلة لقيمة أو لمكان بحجم قيمة المتحف المصري شوفي ويعني مصر تتمتع بشخصية فريدة خاصة فيما يتعلق بالتاريخ الأثري إحنا مقدمين على إن شاء الله بإذن الله افتتاح المتحف المصري الكبير وده تم اختيار الموقع بتاعه بعناية وتم أيضا الإعداد والتجهيز بشكل يتناسب مع الحضارة ومكانة مصر وأيضا الحداثة ده فيما يتعلق بالموقع أما فيما يتعلق بالتنظيم ما فيه شك أن كل حقب الزمنية في حاجة إلى تطوير وتقنين الأوضاع أنا بعتبر أن قانون 9 لسنة 2020 وما تضمله من مواد وبنود تصل إلى 18 بندا وإعادة تشكيل رئاسة الهيئة المشرفة على المتاحف في مصر يعني وقفة جادة تتناسب مع مكانة مصر وتتناسب مع المرحلة المقدمة عليها خاصة أن فيه مشروع طموح وهو تفريغ العاصمة اللي هي القاهرة الكبرى من مقار الوزارات وخروجها إلى العاصمة الهدرية أنا بعتبر أن هذا مصروع استراتيجي يستهدف ليس 263 أو 263 لا يستهدف إن شاء الله بإذن الله ما بعد ذلك بقرن كامل لأن تم الإعداد للعاصمة الإدرية بشكل جيد تم التخطيط لنقل الوزراء على مراحل وتفريغ القاهرة الكبرى لتكون مزارات سياحية ترتبط ميدنها بشكل أو بآخر مع تاريخ مصر المعاصر والقديم والحديث طبعا كان بدأ العبس بالمناطق السياحية والأسرية في مدينة القاهرة القاهرة الخدوية والأسار الإسلامية والقبطية الموجودة في القاهرة فخف الضغط والازدحام والتخطيط بشكل سريع للعاصمة الإدرية الجديدة تخطيط جيد وسريع غير كده كمان لابد أن يراعى أو نضع نصب عينينا دايما حكمة القيادة السياسية في إيه الامتداد العمراني بيصحبه دائما وأبدا امتداد عشوائي بمعنى حالة نزوح أو حالات نزوح سكاني بيغير طبيعة المناطق إلا ما نظر يعني جزيرة زي الزمالك لا يمكن يحصل فيها عشوائيات ليه؟ لأنها منطقة محددة منضبطة مقسامة مخطط لها مسبقا ما فيهش فوارغ ما فيهش مناطق تسمح بالعشوائيات لكن العاصمة الإدارية وامتدادتها تم التخطيط لها بشكل يجعلنا نستنسخ هذه الفكرة والرؤية لاستخدام مستقبل مشرف في العاصمة الإدارية الجديدة يعني مش هيحصل مثلا زي ما بيحصل في الخصوص أو زي ما بيحصل في أي مكان من المناطق العشوائية على طرح الطريق السريع أو المحور الدنيا هتتغير ما هيبقاش فيه امتداد عمراني إلا بضوابط ووفقا لما هو مخطط له في المساحات والارتفاعات أيضا لكن لما تيجي النهاردة تمسك الطريق الدائري وتشوفي حجم العشوائيات على جانبي الطريق يعني وانا على سبيل المثال وانا جاي للقناة النهاردة أنا يعني انزعكت من أول بهتيم لحد ما وصلنا للقناة عشوائيات والارتفاعات يعني غير محسوبة خطوط الضغط العالي بينها وبين العمارات السكنية ما فيش خمسة متر ستة متر حاجة يعني تصير الانزعاج الدولة فين من الكلام ده كله التخطيط العمراني فين من الكلام ده كله وملف العشوائيات ده مهمل من سنوات وسنوات طويلة جدا حتى لما الدولة ابتدت دلوقتي تهتم بالملف ده وطبعا بدأت بالمناطق الخطرة في تطويرها وهدمها وإعادت بناءها مرة تانية لكن عدم التخطيط العمراني ده أزمة أكبر كمان من العشوائيات أنا بحييك على أن كنت قلت المناطق الخطرة لأن إحنا عندنا 4440 منطقة عشوائية بتقسم إلى سلاسة أصناف الصنف الأول وهو المناطق الخطرة كما أشارتي ودي المناطق اللي يتعين على الدولة أي دولة أي قيادة سياسية لابد أن تتعامل بشكل فاعل وسريع وعاجل مع هذه المناطق العشوائية الخطرة في المقام الأول ثم بعد ذلك التي تليها ثم التي تليها الأقل الأهمية هي مناطق الصعيد المناطق العشوائية في مدن ومحافظات الصعيد دي أقل خطورة لأن قريدي إحنا عندنا مشكلة اسمها محافظات طاردة للعمالة أو طاردة للثروة البشرية المتواجدة على أراضيها الصروة البشرية دي لما بتهجر مناطق في الصعيد بتروح لفين؟ بتروح للمناطق العشوائية تزيد من حجم الخطورة على الخطورة المتواجدة في هذه المناطق سواء كانت بالبناء أو التعلية أو غيره من الأشكال التي تشوه وجه العاصمة المشرق العاصمة التي نقصدها هي القاهرة الكبرى لكن العاصمة الإدارية أنا بتهيالي أن هي مخطط لها بشكل جيد وفكرة استنساخ الزمالك وخلوها من مناطق العشوائية بتنسحب على أيضا العاصمة الإدارية أتمنى أنه بالتوازي زي ما في بناء وتخطيط لمجتمعات عمرانية جديدة متخطط لها صحة وفي نفس الوقت مكافحة لامتداد العشوائي أو العمراني العشوائي